تعالوا نشوف الواقع اللي اتكلمنا عنها انه التلاتة سياق قتلوا الاطفال تلاتة قتلوا طفلاً سائق توك توك من اجل الانفاق على المخدرات اسمه وحمد دي نزل وقعد دودك بتسكينه في الواد هذا ما سك الواد خلص عليه خالص عاو زي موت زيه وشوفه مش يقلع على الدنيا تانا كان نتعشينا مع قبل المغرب واخد بعض يقبلها فاجيونا حولين الساعة 12 قالوا ولدكم ما جاش قلنا ما جاش قلنا ما جاش قلنا بدعنا ندوره عليه ما لقينهوش قعدنا نلفه في البلاد ما لقينهوش جيوها بتاعت عربية بتاعت عربية الكسحة بتاعت المجلس قلها اتدوره عليها قلنا دودك اللي يمون بالليل ما رجعش قلت طبعه قبلة بنوشاح مرمي على الجسم فاخدنا عربية ورحنا قبلة بنوشاح لقينة الحكومة نافقي وودي اللي حصل عاد الرب نجده زي ما عملوله ربنا يعني ربنا يحضي يهضر له قاد والد حلالي يموتهم زي ما متولد اشوفو مش يسمع بيهم انهو طلعوا تاناعديني ومناري تبرد شوي كان عيل كان بينام معاي كان بينام في باطي هقول ليه عيل 13 سنة طفل تلت حمير عليه ليه مفهمش واحد عنده رحمه ازاي يعني يذبحوه يقطعو ايدو يدولو 16 طعنة ولا 10 طعنات موسيقى جاني ادهم واحمد والتوكتوكو وجبنا برشام وكده موسيقى بريق الكراو هو غاب الوعي خارص يعني راحوا هم اجابوا مخدرات ومش عارفوه ونزلوا من التوكتوكو وبعد كده هو تاني لجيت واحد اللي جنبيه هو اللي هو اسمو احمد ده نزل وقعد دوده بتسكينه في الوقت بداية كانت معلومة على المتهم اللي هو الاولاني ادهم ووصلنا الحمدلله للتلات متهمين المتهم التاني والتالت جمال هو احمد حمدون مروا عليه يوم الحادثة بالليل في حدود الساعة تمانية مستقلين التوكتوك مع المجني عليه وافقوا على موضوع السرقة والقاتل طبعا عشان قلبهم يجمد في موضوع القاتل تفعل انهم يجيبوا مخدرات وطلعوا منه انه يطلع على طريق بني وشاح مطرح مع تلوه الطريق ده بالليل بيبقى معزول شوية وما فيوش مساكن على الجانبين الجسة كان فيها حوالي 14 طعنة وفيها في زبح بالرقبة موسيقى ربنا كبير هو دي خلص الأخلاق سبي الله الوكيل